محمد صالح ويسير سياسي ليبي ليبرالي بالمعنى الثقافي للكلمة تقدمي في فكرة من الشخصيات الاساسية المرشحة لنيل منصب رئيس حكومة في ليبيا اذا كان ممكن ممكن نحكي عليك احنا وعلى تجربتك منذ سجنك في المرحلة الطلابية وصولا الى معارضتك لنظامة جذافي في الولايات الأمريكية ولكن اذا كان تعطينا انت من هو محمد صالح ويصير بطريقتك اشكرك على استضافتي اولا انا تربيت في عهد مرحلة التحر الوطني في العالم العربي بدأت ناصريا تلميذا في المدرسة وكنا نهتف باسم فلسطين وكنا نبكي لهزيمة العرب في السبع وستين وعندما قامت ثورة في ليبيا في تسعة وستين اعلنت ان هي تريد ان تحقق قومية المعركة يعني عدت انا كنت في المنفى مع والدي الغارحم وصالح ابو يسير كنا في مصر لانه كان معارض النظام الملكي وكان تقدميا وقوميا وكان رفيقا للمرحوم صالح بن يوسف وهو الذي دفنه بعد ان قتل في المانيا فعدنا وبدأنا من موقع مؤيد لهذه الثورة الى ان حدث ان بدأنا تساءل على نظام الحكم هل سيبقى هؤلاء الضباط هم الذين يحكمون ليبيا ام ان فعلا شعار الحرية الذي رفعوه سينعكس في شكل مجالس ديمقراطية وممارس حري التعبير اصطدمنا بالنظام والعقيد القذافي ادخلنا السجن قيادات الطلبية انا كنت من قيادات المنتخبة انا تخب بالتزكية في اتحاد طلب طرابلس وكان كثير وادخلونا في السجن وتم ضربنا على يد العسكريين لا اصني ان اسميه تعذيب لان بعدين طلعت فنون تعذيب ثانية ما احنا مشفناش لحسن حظ يعني وخرجت منها وكانت طبعا العلاقة مع النظام تصدعت رغمنا والدي كان اول وزير خارجية لليبيا بعد الثورة وعرفنا ان حقيقة ان العقيد القذافي يريد ان يحكم وان يحكم وحده هو والقبيلة والعشيرة خرجت في 78 الى مصر شركت في اول فصيل معارض ليبي اللي هو الحركة الوطنية الديمقراطية الليبية مونادل موفمان ناسينال ديموكراتيك ليبيان وخرجنا وعملت مقابلات مع اللوموند الاسبانية الاسبانية وتحدثنا الى العالم لأول مرة نتحدث ان ليبيا فيها ظلم ان ليبيا فيها سجون ان ليبيا فيها حاكم دكتاتور ما تفرحوش بالنفط فقط لكن في حالة داخلية في ليبيا ونجحنا ان نلفت رأي العالم يعني لدرجة ان مدير فيات اجتمع بنا وكان ايضا في تونس المسؤولين رحبوا بنا وكانوا يساعدوا فينا القذافي كان دائما يشاغب معهم المهم تجربة المعارضة صارت في اتجاهات اخرى ودخلت دول كمقاول بحثت عن مقاولين ليبيين للعمل في اطار المعارضة وظهرت منظمات معارضة ثرية نحن كنا منظمة معارضة يعني اما حسابنا يكون فيه 10 الاف دولار قلوا كويس نقدر يشروع لا كاتبة ولا يشروع كذا ذهبت الى الولايات المتحدة حصلت حق الهجرة التقيت بمجموعة من الشباب النشط درنا منظمة غير ربحية اسمها آلفا وبدأنا نزور الكونغريوس ووصلنا الى مكتب معلومات الرئيس ودرنا علاقات استطعنا ان احنا مثلا الرئيس بايدن عندما كان رئيسا لجنة الشؤون الخارجية ساناتور وتوني بلينكين كان مدير مكتب تاعة تخلنا في اللجنة التي عدت خطاب بايدن عندما زار ليبيا وجعلناه يتحدث مع العقيد القذافي في اطلاق صراح فتح جامي وفعلا اطلق صراح فتح جامي وعاد بايدن ليقول لنا انه سيكون يوم ممطر في جهنم قبل ان يؤتي معمر القذافي اصلاحا في ليبيا ان ليس فيه عظمة واحدة ديمقراطية فيعني استمرنا في هذا الى ان ظهر سيف الاسلام وظهر ببعض الافكار الاصلاحية تحدث معي سيف قعدنا اربع ساعات وتأكدت ان الرجل يريد ان يمارس الاصلاح ولكن بعقلية محمد الملك محمد الخامس المغرب اصلاح لك انا في السلطة موجود وعدت الى ليبيا وبدأنا في عمل سلمي عمل سلمي وليس سريا ولا يخضع القانون وكنت اكتب مقالات من ليبيا التقي بصحافة اجنبية اتحدث والنظام الحقيقة لم يعني ممسنيش خلاني في هذه عندما اتت انتفاضة فبراير انا كنت حقيقة قبلها عندي لقاء في تلفزيون 2007 قلت لهم اذا حدث التغيير عنيفا في ليبيا بدون وجود بديل للجذافي ستحترق ليبيا قرية قرية ومدينة مدينة وموجود على الفيسبوك عندي انا حط هذا من 2007 لان يعني الثورة لها تعريف اجتماعي واكيد حضرتك تأعرفه ان يكون تحالف قوة اجتماعية لديها قيادة ثورية وبرنامج ثوري تغير النظام عنوى بدون قيادة ثورية وبدون برنامج ثوري تصبح انتفاضة وجرب انتفاضة لا هدف لها هذا ما حدث في ليبيا وهنا انا ابتعت قررت ان لا ادخل في السياسة الليبية امارس الكتابة اكتب كل يوم عندي عشرات الالاف من الاصدقاء والمتابعين عندي برامج على محطات تلفزيونية مختلفة حاولت ان اصل الى ما هو اصل لمشكلة الليبي لان احيانا الاتفاع درج حرارة يكون بسبب او لسبب اخر ولكن مش هو السبب فانا حاولت دائما ان ايكي وانا يعني باذن الله سأحاول ان اناضل من اجل ما اعتقد فيه انا لم امارس السياسة بعد 2011 احتاش انا سنة 73 كنت في السجن سنة 72 كنت معارض ادير جريدة حائطية في الجامعة ونقود مظاهرات واعتصامات واضربات مع رفاق كثيرين بعض منهم توفى قتل او اعدم او قضى عمره في السجن وانا حقيقة كنت اقلهم ضررا في هذه المرحلة فمحمد بوسير هو ابن ليبيا اللي فعلا يريد ان يخدمها مش اكثر منك طيب انت وصفت ما جرى في ليبيا بالانتفاضة باعتبار غياب البرنامج والقيادة الثورية صح تعبيره والخطة الثورية كما يقال وهو توجه تقدمي الان ليبيا بعد ما يمكن وصف بالحرب الاهلية وبعد ما عشتها فيها تعقيدات بين الامني والسياسي والاجتماعي وحتى الثقافي بمعنى الانتروبولوجي العشائري ويتداخل المنظومات الاجتماعية السياسية الامنية في ليبيا بالتدخل الاجنبي وسياسات المحاور كيف تصف أو ما هو تشخيصكم العلاجي أو ما هو تشخيصكم للأزمة للأزمة لهذه الكيميا الليبي يعني أنا أعرف ليبيا يسمح لي سني بأني أعرف ليبيا سنة 72 73 74 75 أنا أتخرج من جامعة 77 ولكن لأن والدي توفى في الله يرحمه فأنا كنت في سنة ثانية جامعة أنا بدأت أعمل عمري تساطة سنة فنعرف ليبيا ليبيا لما لما جاء النفط غير أسس المجتمع يعني المردود النفطي لم يغير القاعدة الاقصادية فقط ولكن سيما حفظك تعرف البنية الفوقية القيم والسياسة تتغير مع القاعدة الاقصادية الاقصاد هو الأساس وبدأ الليبيين بدأ الليبيون يبحثون عن مستقبلهم وكان اعتقاد بعض الفئات الاجتماعية الجديدة في نهاية الستينات أن الملكية عبارة عن قفص علينا أن نخرج منها وأن نلتحم بالعالم العربي وأن يكون لدينا جمهوريتنا وبدأت تنتشر الأفكار الحداثية ما فيش داعي نقوله تقدمية تقدمية تصفها بشكل يساري لكن هي حداثية وظهر كتاب وأي إعادة قراءة للكتاب الجدين في ليبيا من سبعة وستين تسعة وستين يكتشف أن كان هناك جنينا يتكون في رحم الحدث الليبي لما صارت حركة الضباط يعني حركة الضباط كانوا سبعين ضباط لولا الجنرال شعب اللي نزل معهم إلى الشوارع ليحميهم راه انتهوا كلهم في السجن شعب الشعب الليبي هو الذي خرج لكي يعب عن فرحتها بالتغيير الجديد قبل أن يعرف هؤلاء الضباط ما كانش يعرفهم ولا اسم أعلم منهم ولكن الليبيون الليبيين خرجوا فيها اللي حدث أن السنوات الأولى هذه يعني مع ارتفاع أسعار النفط عام 73 تذكر من حرب أكتوبر ليبيا استفادت من ارتفاع أسعار النفط 20 مرة ارتفعوا وبالتالي الدخل القومي زاد كثيرا وبدأت الفرص الاقتصادية في ليبيا يعني تتوفر للليبي والمصري والتونسي والفلسطيني والأردني والألماني والإيطالي يعني تحولت ليبيا إلى ورشة عمل في كل مكان العقيد الجذافي بدأ يتبنى فكرة أن السيطرة على الأمن عن طريق السيطرة عن حاجات الناس وأصدر قوانين مش الشراكية هي قوانين المصادرة أصدرها في 77 76 و77 وجفف كل موارد الناس حتى اللي بيع في الجرائد جعله موظفا في المؤسسة العامة للصحافة حتى اللي يحلق مؤسسة التجميل ويأخذ مرتب كل الاقتصاد الليبي دخل تحت الاحتكار الحكومي وبدأ الاقتصاد الليبي ينكمش وبدأ الناس تغادر ليبي حتى الأجانب لأنه ما فيش فيها هذه الفرص وأصبحت الفرصة أن أن كنت تخش أن تكون وسيطا في صفقات الحكومية وبالتالي يعني لما أسقطوا الناس في الانتفاضة العقيد القذافي لم يسقطوا النظام الاقتصادي اللي هو كون أوليغاركية حكومية تثري وكون أوليغاركية من التجار حولهم ولكن الشعب الليبي بعيد عن كل شيء في السنوات الأخيرة حاول سيف الإسلام أنه هو يعمل شقوق فيها وجد مقاومة من والده مقاومة من القيادات الاقتصادية والسياسية وفي نفس الوقت هو بدرجة جديدة حولها تساؤلات قد لا يعجب هذا كاملا كنت نعرفه ما كانش بتلك الجدية مش مناضل أنا قلت له يا سيف ناضل من الشارع مع الناس لا تستطيع أنك أنت من القصر أنك تحرر الشعب مش هيسير وكون صريح المهم أن يعني اللي نتج أن الجذافي الذي كان يستطيع أن يدير ملف الحاجات الأساسية بمهارة لأنه عنده أجهزة رقابة غاب فأصبح الصراع في ليبيا حول الموارد يعني ما يحدث في ليبيا لأن الدولة دولة ريعية المال يدخل للحكومة مش للقطاع الخاص ما فيش اتسال السوق أصبح من يسيطر على الحكومة يسيطر على كل المال وبالتالي رأينا هذه الحروب التي أخذت أحيانا شكل أيديولوجي شكل جهوي كذا ولكن السبب الرئيسي هو السيطرة على الفالف اللي هي الصمام الذي يأتي بفلوس البترول أدى هذا الأمر أنه أصبح أنه مشهد وأنا نشبه فيه أنه ناس ركبين في حافلة مكيفة هذه الأوليغاركية وناس في الشارع ماشية تحت الشمس اللي جوه يتعاركوا مع بعضهم ولكن ما فيش حد منهم بينزل برة ولا يريد أن يشارك الشعب فبالتالي الآن أتاحت هذه الانتخابات يعني هذا أنا أتاحت فرصة أن نطرح أفكارنا ولا أطرحت هذه الأفكار وأحد المسياسين يعلنها هو قال لي أنا سأدخل الانتخابات بناء على هذه الأفكار وأنا اللي هو سيد باش آغا فتحي باش آغا وتنقشنا والتقينا وقلت له أنا إذا قال لي أنا إذا مش تغيير بهذا الشكل أنا لا أريد أن أتخل انتخابات أنا أكون في عملي وخلاص فقلت له هذا يحتاج إلى مناظرين يحتاج إلى عمل يحتاج إلى أياد بيضاء ما نمدوش إيدينا على فلوس الناس لأن قصص إعادة بناء القطاع الخاص في ليبيا وتوزيع الثروة على الليبيين كي يستثمروا قصة خطيرة وسيعني ممكن يلحق بها كثير الأمور فأنا علاجي هو إلغاء احتكار الحكومة للاقتصاد الليبي ونقل عبء التنمية إلى الشعب لأني مؤمن أن إبداع المواطن سواء في ليبيا أو في تونس أو في مصر هو البديل على فساد بيوريخ رضيها يعني صح التعبير فلسفيا أو الفلسفة الاقتصادية اللي تتبناها هو الخروج من الدولة الاحتكارية إلى الاقتصاد التنموي الشعبي صحيح أن احنا نعطي يعني يعني ليبيا الفكرة اللي عندي نحنا نبدأ بحشتين نبدأ أولا برسم خارطة استثمارية لليبيا لكل قرية ومدينة وشنو قوة العاملة اللي عندنا وشنو درجات التعليم نحن ليس لدينا إحصائيات في ليبيا ليس لدينا بيانات يعني أنا لا أعرف كيف يستطيع وزير أن يصدر قارات ما لديش بيانات يعني يعني زي ما تجيبه أحد بسكرات عيونه وتقول له سجل هدف كيف ما حق يشوفه في الهدف أساسا فإحنا في ليبيا ليس لدينا بيانات نحن أولا نبدأ بخارطة استثمارية ثم نبدأ عن طريق الإقراض والاستثمار والمشاركة في نقل نشاطات للناس نبدأ في عمل ميزانيات للشركات العامة نحن شركات العامة في ليبيا آخر سنة عملت فيها ميزانيات 95 ليس لدينا ميزانيات شركة ليبيا للطيران يتعاركوا عليها وين تكون رئاستها فطرابل زبنغازي ولو عملوا ميزانية بكرة سيجدوا أصولها لا يقل على ناقص 2 مليار بالسالب فهمت الشركات النفطية 24 شركة نفطية في ليبيا ما فيها الشركة وأنا نقول لك هذا أنا استشاري فني لهم لأنني مهندس أساسا فما عندهم مش ميزانيات يقول لك أنا ما قدرش تدير ميزانية أنا شركة خدمية كيف ما ديرش لازم في ميزانية المصارف في ليبيا ليست لديها ميزانيات فأنت تصور كيف تستطيع أن تدير حكومة ليس فيها ميزانيات تعمل على نظام العهد جي حضرتك مدير شركة تقول الله أنا محتاج 3 مليار يقول لك 3 مليار واجد خذ مليار ونص كيف حسابها هو واجد ولا شو ما نعرفش ويعطلوه مليار ونص يجيب يعني الكهرباء في ليبيا تاخذ من الميزانية العامة 5 مليار دولار أكثر مما أنت تستهلكوا للكهرباء في تونس أنت ضعف عدد السكان الليبيين على الأقل ولا وتولس فيها كهرباء فيش عندكم قرى ما فيش كهرباء كلها فيها كهرباء نحن في ليبيا ما عندناش كهرباء كله تبديد في تبديد قطاع العام في ليبيا أصبح قصة تبديد وبشكل مضحك نحن لدينا الشركة الليبية العامة للخيالة بتاع سينما كل سنة يأخذ مرتبات فوق العشرة مليون وطالبوا بالأوفر تايم وليس لدينا فيلم ليبي واحد منذ عشرين سنة ما عندناش قاعد سينما واحدة في ليبيا ما فيش فبالتالي يعني وصلت إلى حد السفح لكن ليش المسؤول اللي يوصل فوق ما يتكلمش عليها لأنه مستفيد لأنه يخرج بمليون اليوروز لأنه عارف شيش ما تجيب ويصرفوني وشوية يمشن عنده شوية يمشن عنده وجماعته وأهله وكذا يخرج في النهاية وصل أنه أصبح الفاسدين اللي كانوا مديرين شركات يعني ما يجيك إنسان عليه قضية في أوروبا بخمسة مليار دولار امهربهم وغسلهم في أوروبا ويجي في ليبيا يقول أجيب لي سجل تجاري أنت شغلت ما عنده سجل تجاري كان مدير شركة عامة مدير شركة عامة هذا هو وللأسف نشرت ثقافة في ليبيا أن بعض الناس يعتبروا هذا شطارة يقول لك لا بزناس شطارة كيف شطارة تمو هذه حق الناس وأكل عيالهم صح ولا يعني الليبي الفقير اليوم اللي أنتوا شوف فيه في تونس هذا أموال منهوبة ومسروقة إذن الفكرة هو أننا ننهي الاحتكار الحكومي نرسم خارطة اقتصادية جديدة لليبيا ننقل عبء الاستثمار للناس نوفر الناس تدريب ننفتح السوق الخارجي نسمح بالاستثمار الخارجي المباشر ما فيش داعي أن ليبيا وإن نجيها شوية فلوس يجزول تركيا وراء المصر عشي يجري مشاريع أنا خليهم هما اللي في الخارج هما اللي يجيبوا فلوسهم ويدرونه بنظام البناء والتشغيل والنقل بحيث إذا نبهوا سكة حديدة أنتوا دروه أنا مش حنصرف فلوس بس نسبح لكنك تكسب أنه أنتوا دروه فيها في تونس دروه فيها المصرية دروه فيها الاسكتريل فهذه الفكرة العامة طيب أحناك تشوفوا اليوم في ليبيا لا وجود لحزاب سياسية عريقة في ليبيا رغم وجود تيارات فكرية وسياسية لها علاقتها الصراعي كما قلت أنت يبدو في أكثر من مرة صراع إيديولوجي لكن التركيبة الاجتماعية الليبية ما زالت تعاني مشكلة عشيرة مشكلة الجهة التقسيم بين الشرق والغرب يعني القبائل ما زالت حاضرة كيف يمكن لهذا البديل الاقتصادي صح التعبير البراجماتي الليبيرالي أن يزرع داخل المجتمع شبه أقطاعي ما هو اللي حدث أن يعني برنامج العقيد القذافي اللي عرف بالكتاب الأخضر هو محاولة لإعادة ليبيا اللي ما يسمى بالاقتصاد ما دون الرأسمالي اللي هو وهي حلقة معروفة ماركس كتب عليها نمط الاقتصاد الأسيوي عنده كتاب عليها اللي هو اقتصاد سد الحاجات اقتصاد العائلي اقتصاد إنه المشاركة وما فيش الأجور والإيجار فبعودة إعادة الناس إلى اقتصاد سد الحاجات كل المحاولات اللي قبلها الحاليبيا عندنا جامعة بنغازي عام 56 57 نحن كان يدرس لدينا عبد الرحمن بدوي يدرس لدينا أفضل الناس في بنغازي أو في طرابلس يعني كل هذه المؤساة عادت إلى مرحلة مدون الرأسمالية اللي هي شنو هي مدون المدنية لأن دول أوروبية قبل أن يكون هناك سوق وتنافس كانت قصة أنت مولود في كانتربري ولا في كنت ولا كذا كانت شي مهم ولكن التنافس في السوق يعني أنتم المدنية هي اللي جعلت مناطق فقط في تونس ما زال فيها عشائرية اللي تجدها أقل استثمارا وأقل سوقا أصغر سوقا وأفقر نحن هذا حدث في ليبيا أنا كنت في الجامعة في السبعينات لم نكن نعرف يعني أنا ما كنش نعرف زملائي من أي قضائل حليبيين اللهجة تختلف من مكان لمكان لكن عمره ما لفت نظرنا أن هذا منين وهذا كذا وهذه الفروق إعادة الفقر وإعادة ليبيا إلى ما يمكن نسميها مدون الرأسمالية مدون المدنية مدون عصر الكهرباء ليبيا ردت إلى مدون عصر الكهرباء لنحن ليس لدينا كهرباء في ليبيا شركة العم ما قبل الحداثة كل شيء يعني كان في ليبيا في جيوب مدنية في فترة النفط تمددت إلى خرجها وأصبح فيه مراكز تمارس التجارة أنا جنبك يعني دكان جنب دكان أصبحت علاقة المهنة الواحدة أهم أصبح المهنسين يعينوا في شركات المهنة الواحدة أهم إعادة ليبيا إلى الخلف جعلت الآن فيه ناس تعتقد يقول لك ليبيا مش مع شائري يا سيدي إحنا عندنا جامعات تخرج من عام ستة وخمسين نحن لدينا ليبيا في كل مكان في العالم زي التوانس يشغلوا أطباء مهندسين بورصة نيويورك وول سريت عندنا شاب ليبيا يشغل فيها يعني بروكر فليبيا مش هم هذه طبيعتهم ولكن ظرف اللي فرض القذافي والفوضى اللي بعد هي التي تسببت في هذا نظام السياسي الذي أرسىها القذافي خلق نظاما اجتماعيا اقتصاديا نظام رائعا صح تعبيل رائعي وايضا رائعي في يعني الخليج رائعي ولكن استطاعوا انهم يوظفوه في اطار اخر مختلف يحافظ على الانظمة الاسرية ولكن الشعب قاعد يعني يتمتع نحن في ليبيا دخل الناس في ازمة دائمة وكان يعني كان يستمد قوة النظام من عدم الاستقرار طيب الان على الارض في ليبيا هناك قوى مسيطرة السلاح مسيطر في ليبيا رغم ان الان اكثر سلمية من سنة وسنتين الى الخلف ولكن ما زال الوضع في ليبيا وكان ليبيا تقف على رمال متحركة هل لكم برنامج بقطع نظر الاقتصادي في علاقة بما هو امني الارهاب المحاور الدولية العلاقة بتونس العلاقة بالصحراء العلاقة بالجزائر مصر تركيا الصراع على ليبيا الان موارد النفط يعني المشكلة الامني الاقتصادي صح تابل من ناحية الامنية يعني وجود المسلحين احد اهم اسبابها عدم توافر فرص اقتصادية يعني انا كان عندي مهندسين اتنين في المكتب بتاعي في طرابلس تركوني وذهبوا الى احدى الجماعات المسلحة لانا تعطيهم فلوس اكثر مني انا وتجوزهم وتعطيهم سيارات انا ما اقدرش ندير من الناس ما تلقاش الا هي هذه رقم واحد رقم اثنين ان العالم الحقيقة وصل الى مرحلة الان يعني مؤتمر باريس اليوم وسيتجو الى مجلس الامن وهناك توافق حتى روسي حتى تركي معا لانا القوة الاسية مجدر الارضم الروس الاترك والاثنين عندهم اه نعم وهو الاثنين عندهم رؤى استراتيجية تتخطى ليبيا روسيا تريد ان تفتح مسار نحو افريقيا الوسطى الروس عملوا مؤتمر عملوا بوتن 2019 وجمع الافارقة القمة الافريقية الروسية وقال لهم نحن ساعدناكم على التحرم الاستعمار القديم ولظروفنا تركناكم فعاد الاستعمار القديم دخل الان الان فرنسا تطلع من مالي الان افريقيا الوسطى اتفاقية الدفاع دير اتهم على روسيا روسيا موقع 14 اتفاقية استراتيجية ابتداء من اثيوبيا كل المنطقة اللي مادون الصحراء الروسي يشغلوا عليها الاتراق لديهم سياسة العثمانية جديدة هي الانخراط من جديد مع الدول التي كانت جزء من متاحة امامهم وهم الان مثلا في الجزائر ستوقع الجزائر اتفاقية للدفاع مع تركيا والجزائر الان بدأت تستبدل انت شفت حضرتك الصراع اللي صار مع رئيس فرنسا لما قال الاستعمار التركي ولم يقبلوه الجزائريين فليبيا جزء من هذا ليبيا هي مدخل اساسي الاتراك دخلوا ليبيا لان يروا ان شمال افريقيا هذا لا يعني انه استعمار معاش فيه استعمار في العالم فيه مناطق نفوذ فالاتراك يتوسعوا بشكل ان يروا ان شمال افريقيا فيها الطرفين هذين في النهاية مهما اختلفوا مع بعض استقرار ليبيا لصالح ده ان الروس الى الان في مرحلة الانفاق والاتراك الى الان في مرحلة الانفاق يصرفوا اردوغان عنده انتخابات في 23 سيسأله الى الاتراك انت ذهبت الى ليبيا تعرف ما قالوا ذهبت الى ليبيا وشان قالهم اسأله مصطفى كمال اتاتورك ذهب هو ايضا الى ليبيا قاتل هناك ولكن هذا لا يكفي الاتراك سيقول لك بماذا اتيتنا من ليبيا ولذلك الاستقرار للاثنين مفيد وعلينا ان نلعب هذه اللعبة نحن كليبيين المشكلة في ليبيا ان طاولة بين الاثنين بين هم الاثنين نحن نريد طاولة مثلثة وضع شعار اطلقتنا يمكن من 6 شهور طاولة مثلثة عليها ليبيين انتم قاعدين ونحن نعترفين بالواقع انتم موجودين في تقريبا 15 الف عسكري بين روسي وبين تركي ولكن في النهاية حتى نحن نقدو ونستطيع ندير الامور نحقق منها مصلحتنا العالم الباقي العالم الولايات المتحدة مستعدة للدعم مستعدة للدعم ونحن لجب ان نستفيد من العالم بالنسبة لجيراننا يعني انا ارى ان مصر وتونس على الاخص يعني والجزائر تأتي بعدهم يعني احنا من مصلحتنا التكامل معهم يعني احنا نحن مثلا بننشطف سياحة لازم نديروا مجلس سياحي مشترك مع تونس الليالي السياحية تبدأ في الحمامات وتنتهي في غدمس نفس السايح يجي نحن ايضا تبدأ الايالي في شحات تنتهي عندك في جربة فعلمت كيف نشتغلوا مع بعض ما زي ميدروا الاوروبيين لازم مع الجزائر نديروا لجنة مشتركة للهايدرو كاربون للنفط نحن دولة نفطية وما دولة نفطية نستفيدوا من خبرات بعض يعني يعني العيب في العرب ان حتى مجلس تعاون الخليجي تصور نفس المجتمع تقريبا ما عندهمش مجلس مشترك للهايدرو كاربون كل واحد تعاون مع الشركات الاجرمية وحدة بدون الاخرين نحن نريد ان ننطق لهذه ونحن لكي يونهي بعقل مفتوح وبرؤية برغماتية التكلفة المنفحة مقارنتها واضح طيب الان في اللحظات الحاسمة كما يقال هل تعتقد ان الانتخابات في اليبيا ستجري في موعدها شوفنا التدخل الفرنسي يعني لا حتى العالم كله حتى يعني انا اعرف ان وزير خارجي فرنسا ابلغ احد اصدقائي بان الانتخابات حتى الروس وافقوا عليها حتى الاتراك كذا سيصبح القصة ان من يخرج مستفيدا لذلك يعني نحن نحاول ان نقول اذا علجنا المريض الليبي كل كم تستفيده حسبنا تشوف تركيبة المجتمع الليبي والتركيبة السياسية الآنية اللي فها مزيج بين السياسة والسلاح هل من سيهزم سيعترف بنتاج انتخابات انا اعتقد انه سيجبر لان في قرم سيصدر خلال اسبوع سيجبر طبعا طبعا يعني القصة المجتمع الدولي هو مجتمع صبور وليس عاجز يعني القذافي عطوه سمعني بعد لوكر عطوه القذافي تقريبا 20 سنة ولكن في لحظة ما وجدنا انهم يقصفوا فيه في مكانه يعني الآن في ثواني اختصار بما تعد الشعب ليبي ان احنا نبني هذا البلد مع بعض ده استطيع ان اعدهم بأكثر من هذا لقصة ان العب التنمية يعني ان نبنيه بلا شك وتحتفي بالمعارضة وان تكون معارضة جزء من الدولة من بنية الدولة لان دولة بلا معارضة مسخ عرفت المعارضة تصحح وحرية التعبير وقانون حرية الحصول عن معلومة والعضاءات الكبرى توضع تلفزيون وضع المرأة وضع المرأة المرأة انا شخصيا يعني اعتقد ان المرأة اكثر كفاءة في العمل من الرجل وانا هذه تجربة حتى مع اخواتي وبنتي اعتقد انها اكثر اكثر قدرة على التركيز اكثر اقل شططا من الرجل فهم وبالتالي وفي ليبيا الان اسأل حضرتك في الجامعات معظم اصحاب المكتبات انا اصدقائي معظم القارئات في ليبيا نساء ولكن لما يجي مشتماع ذكوري يريد ان يخفي هذا النصف لاسباب تاريخية ملاش قيمة في الانتاج يعني هو يظلم نفسه ولكن انا متأكد انا كنت اتمنى ان ان شاء الله يعني اذا حدث ونجحنا ان حتى الوزارة على الاقل نصف يكون نساء على الاقل شكرا لك واضح مارك الله فيك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك